أدى الرئيس البورمي الجديد هتين كياو القريب من أونغسان سوتي اليمين الأربعاء أمام البرلمان مدشرا عصرا جديدا لهذا البلد الذي خضع لهيمنة العسكريين على مدى عقود ووصل الرئيس الجديد البارغ من العمر 69 عاما إلى البرلمان برفقة سوتي الحائزة جائزة نوبل للسلام ووصولهما معا يرتدي طابعا رمزيا كبيرا إذ إن المعارضة السابقة التي لم تتمكن من الترشح للرئاسة بسبب الدستور الموروث عن الحكم العسكري وعدت بأن تكون فعليا في موقع أرفع من الرئيس وقد أصبح صديق الطفولة لسوتي البالغة من العمر 70 عاما أول رئيس مدني للبلاد منذ عقود لأن المعارضة السابقة لم تتمكن من تغيير الدستور لكي تتولى الرئاسة وستتولى سوتي وزارة كبرى أنشئت أخيرا وتشمل خصوصا الشؤون الخارجية وقد أدت اليمين بصفتها هذه بعد الرئيس الجديد وبعد توقفه في البرلمان توجه تين كياو الذي انتخب رئيسا في الخامس عشر من أذار مارس إلى القصر الرئاسي حيث التقى الرئيس السابق تين سين وريث المجموعة العسكرية التي حكمت بورما حوالى خمسين عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة